والحديث بتوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا فادي سويدان مدير حاضنة الناصرة للأعمال والمسرع التكنولوجي أهلا وسهلا بك سيد فادي أهلا وسهلا بك بس تصحيح صغير كنت بهذه الوظيفة أنا اليوم نائب مدير في صندوق الاستثمار تكوين إذن صححنا الإشعينا شكرا جزيلا لك على هذا التصحيح أود أن أسألك بداية تقرير بنك إسرائيل يتحدث عن نسبة 3% من ناحية انخراط العرب في الهايتك من ناحية هذه نسبة متدنية لكن إذا قرناها مع عشر سنوات ماضية فأن الصورة قليلا تدعو إلى التفاعل صحيح وتنساش أن المجتمع العرب يحاول يعمل قفزة بفترة صغيرة اللي الدولة عملتها عمليا من سنوات التسعين لما بديت كل القفزة الهايتك في الدولة وكل موضوع الشركات الناشئة والستارتفين العرب ما كانوا جزء منها اللي إحنا أسألنا نجرب نسويه أن كل فترة الخبرة هاي والتجربة هاي اللي كانت عندهم واللي فيها بديوا وعملوا هاي الشغلات إحنا نجرب نختصرها بكم من سنة حتى نقدر نلحق ونسير عندنا عدد كبير من المشاركين عمليا في هذه الصناعة نعم نحن نرى الإقبال الكبير للطلاب العرب على دراسة المواضيع التكنولوجية والتي لها علاقة بالهايتك لكن الاختبار هو في القبول إلى سوق العمل أين تكمن الصعوبة برأيك في الإنخراط بسوق العمل المتعلق في الهايتك أقسمها لقسمين في الموضوع تعلم سميه الملتناشنالز الشركات العالمية مثل إنتل، مايكروسوفت، بروتكوم، مكيدنس، إنفيديا هدولا ما في عندهم مشكلة هدولا بيضوروا على كل موضوع الدايفيرسيتي ويأخذوا مهندسين عرب ويشملوا مهندسين عرب في الشغل عندهم المشكلة الأكبر هي في موضوع الشركات الناشئة والاقتصاد الأساسي خلينا أقول الموجود في الصناعة هاي هو عملية للمبادرين والشركات الناشئة هي أكثر من الشركات العالمية اللي بتشتغل هون كل الأخبار الجديدة إذا بتتابعوا بتسمعوا كل الإكزيتس والشركات اللي عم تفوت في البورصة بأمريكا وهيك هي كلها شركات لمبادرين اللي بديوا أفكار هون وقدروا يوصلوا بفترة معينة عشر سنين خمس سنين سنتين حتى باي لأنهن يعملوا إكزيت أو يعملوا شركة اللي واصلة للبورصة وهدول هن عمليا اللي عم بيعملوا الحركة الأساسية بكل موضوع الهايتك في الدولة وهذا أكثر بكتير من موضوع الشركات العالمية الشركات العالمية بتواخد موظفين كتير ولكن الشغل فيها ما فيه الخبرات اللي ممكن تكون في بناء الشركات الناشئة وتطويرها المجتمع العربي موجود كتير اليوم في الشركات العالمية هاي المنتناشنالز ولكن أقل أقل بكتير في موضوع الشركات الناشئة اللي من هناك ممكن واحد يوقد خبرات تختلف كليا عن الخبرات هنا نعم وإذا يعني بنظرة مستقبلية إذا تحدثنا اليوم عن نسبة ثلاثة بالمئة للعرب في مجال الهايتك إذا نظرنا ويعني إلى بعد عشرة سنوات وفي ظل الإقبال على تعلم الهندسة في التخنيون وغيرها من الكليات والجامعات في البلاد كيف ترى الوضع وكيف ترى نسبة العرب في الهايتك بعد عشرة سنوات؟ نحن نظر على الموضوع كأشي مشابه للطب فترة معينة كان كل الطب في الدولة اللي هو يهود كمان واليوم نسبة الأطباء العرب عشرين في المئة وأكثر ونسبة اللي بتعلمه طب حتى أكثر ونيك بكتير فشوي شوي فتنا على الموضوع تعلمناه واليوم حتى النسبتنا صارت أعلى من نسبتنا في الدولة بتخيل نفس الاشي رح يصير كمان في هذا الموضوع في هذا المجال موضوع اللي بده جديد يأخذ حيز في المجتمع العربي وتحيز حتى في النقاش اليومي في المجتمع العربي وبتخيل كيف صار بطريقة التطور اللي صارت في مجال الطب ومجالات أخرى رح تصير كمان هون شوي شوي رح نشوف أنه العشرين في المئة وممكن أكثر من هيك رح نصل له هاي الأعداد وأكثر من العاملين في المجتمع العربي في هذا المجال التقاط عندنا رهيبة وهائلة وأفكار وبروفيسورية ومحاضرين وعلماء اللي عندهم IP المسميه Patents وشغلات كتير فضيعة بس عملية الدفش الأولى اللي هني بحاجة إلى حتى يخطوا لهذا الموضوع وبتخيل الفترة القريبة رح نشوف كتير منه نعم سؤال الأخير أيضا هناك تأثير اقتصادي على يعني زيادة نسبة المنخرطين في مجال ألهايتك من المجتمع العربي على تعزيز يعني أيضا الأوضاع الاقتصادية في المجتمع العربي لو تحدثنا عن هذه النقطة التأثير هذا بيكون أكتر وإذا بتطلع حتى في المجتمع اليهودي الرافع الأساسي هي عمليا الشركات الناشئة أكتر منها الشركات الملتناشنال وإحنا عشان نقدر نعمل تأثير جدي في المجتمع العربي بتخيل لازم نشجع أكتر كمان موضوع إقامة الشركات الناشئة اليوم فيه مؤسسات كتير وميزانيات كتير من الدولة حتى اللي بتشتر على عملية دمج الأكاديميين العرب في شركات الهايتك بالذات الملتناشنال أقل شغل عم بيصير على موضوع إقامة الشركات الناشئة مع أنه الأبحاث في العالم بتقول أنه حتى أنا أطور اقتصاد حتى أطور اقتصاد أقليات أنا مجبور أشجعنا على إقامة شركات ناشئة لأنه كل شركة ناشئة بكل وظيفة هي بتعملها عم تخلق إقبالها كمان 3 إلى 5 وظائف ظل منسميها غير أنه نوعية الشغل اللي عم تيجي على قلب البلد نفسها صارت نوعية تختلف لما أنا أقامة الشركة وحطيتها في البلد اللي أنا عايش فيها وجبت أنواع وظائف جديدة بمعاشات أعلى وإمكانيات أحسن في عملية تطوير الإقتصاد تصبح أكبر أكبر الهدف هو أنه نقدر نصل بمرحلة معينة لغات ويصير في عنا قديش أكثر شباب مش بس تشتغل بالشركات الملتناشنال كيف في اليوم إلا أنه بعد سنتين ثلاثة خمسة أخذوا الحبرات ويبدوا هني كمان يطلعوا ويبنوا الشركات الناشئة تاعتهم من غاد يعملوا عمليا القفز الأساسي اللي بنبور عليه نعم أشكرك جزيل أشكر فادي سويدان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك